إطاع الذكاء الاصطناعي والديبن سيسيطروا على المجال بالمستقبل اليوم لقيت لكم طريقة تحصلوا فيها على عملات وإيردروب مجاناً وبسهولة كتير كبيرة أسهل إيردروب شفته بحياتي خلال مشروع جراس اليوم سأخبركم ما هو من الداعمين له إيجابياته سلبياته والأهم كيف نحصل عليه بسهولة كتير كبيرة ما لح أتقر عليكم أكتر خلينا نبدأ الأيردروب هو حدث ترويجي بتستخدم الشركات الناشئة لتزيد الحماس والوعي بمشروع معين خلال أعطاء عملات معين مجاناً على المستخدمين تتبع شركات الكريبتو هيدستراتيجية لسببين أولاً لتنمي مجتمعها وتانياً لتزيد استخدام الشبكة والتطبيقات المبنية عليها هذا بالملخص شو هو الأيردروب حتى الذكاء الاصطناعي يشتغل على البلوكتشين نحن بحاجة لبنى تحتية تكون لا مركزية يقدر يشتغل عليها أولاً هي القوة الحاسوبية أو Rendering Power عندكم مشاريع مثل Render مثل Acash وكتير غيرهم يلي بتستخدم القوة الحاسوبية لعدة أشخاص وعدة مؤسسات وبتعطيها لها مشاريع الذكاء الاصطناعي لتستخدمها عندكم الشغلة الثانية هي التخزين أو Storage في مشاريع مثل Filecoin, Arweave وغيرهم الشغلة الثالثة هي الانترنت بدنا انترنت لا مركز يكون وهذا هدف مشروع Grass مشروع Grass بدو يستخدم الانترنت اللي انتو ما عم تستعملوه أصلاً ويشارك المعلومات مع شركات الذكاء الاصطناعي ومقابل هالأمر بيتفعو لكم أموال أو بعد طريقة الأيردروب هيدا هدف المشروع خلينا نحكي مين وراء مشروع Grass والداعي مين إلو الشركة وراء مشروع Grass اسمها Wind Network صراحة جربت لقي قد ما فيه معلومات عن Wind Network والأمر الوحيد اللي قدرت لقيه إنه Chief Technology Officer أو CTO اسمه كريس نيوين هيدا الشخص الوحيد اللي معلن بالنسبة إلي هيدا أمر سالبي بفضل لقي مين المؤسسين؟ مين فريق العمل لشوف خبراتهم؟ هلأ من ناحية تانية لقيت إنه شركة Wind Network المستثمرين فيها أغلبهم Venture Capitalist يمكن إنه هالشركة مملوكة من Venture Capitalist هنه عدة شركات هيدا أحد الأسباب اللي ما فرجونا مين المؤسسين إله الشغلة تانية عملوا جولتين تمويلية أول جولة بقيمة مليون دولار كان الأساسي فيها No Limit Holdings ولكن لفضلي نظره Kyle Samani اسم Kyle Samani اللي ما بيعرف Kyle Samani هو أحد الشركاء بمالتي كوين كابتل كبار الفيسيز بالمجال الجولة التانية جمعوا فيها 3.5 مليون دولار الأساسي فيها كانوا Polychain Capital وTribe Capital كمان أسماء معروفة بالمجال من ناحية التمويل بتقرير لمساري عن مشروع بالتنسر أحد أهم مشاريع الزكالي الصناعي بالمجال حاليا حكيوا عن عدة مشاريع بناء تحتية بتم استخدامها مثلا بالأول حسوبية أكاش وغيرهم بالتخزين حكيوا عن Filecoin, Arweave وغيرهم وبالData Collection حكيوا عن Grass هذا بالنسبة إليه علامة إيجابية حتى بتقرير لBinance Research عن أهمية Deepen أو Decentralized Physical Infrastructure البناء التحتية اللامركزية بال2024 تم الحديث عن عدة مشاريع بهالمجال ولكن تم الحديث كمان عن Grass يعني أعيم Binance على المشروع هذا بالنسبة إليه كمان أمر إيجابي غير هيك في علاقة وطيطة بين Solana Foundation وأناتولي مؤسسة Solana مع Grass حتى هاتف Solana Saga تم إدراج تطبيق Grass عليه ومن المرجح وقته يتم الـ AirDrop الحاملين لهاتف Saga لحيتم أعطاهم AirDrop Grass كل هالأمور إيجابية بالنسبة إليه كيف فيكن تحصلوا على AirDrop بسهولة ومجانا؟ أول شي دخلوا على الرابط اللي حطيت لكم إيه بالوصف بتحطوا الإيميل أو البريد الألكتروني تابعكم بتحطوا Username اسم معين بتكن تستخدموه الكلمة السرية بتأكدوا الكلمة السرية بتضغطوا على I Agree وبتضغطوا على I Am Not Robot وبتعملوا Register هيدا بتكونوا خلصتوا المرحلة الأولى من هالأيررو بتفتح عندكن هيدا الصفحة هيدا الصفحة هي صفحة بيقولولها Dashboard بتفرجيكم كل شي وبتفتح عندكن هالصفحة بتكون تعملوا Connect بتعملوا وصل للإنترنت مجرد تغطوا على Connect بتاخدكن على Add to Chrome Extension يعني بتكون تزيدوا على Chrome أو حيلا براوزر بتستخدموه Explorer, Brave يلي هو حيلا براوزر بتستخدموه بتعملوا Add to Chrome, Add to Explorer لا هعمل Add to Chrome أنا Add Extension مرة تانية هلا تم إضافته على Chrome إذا بدخل على Chrome أنا فيني أعمل Login بعمل Login من هالمنطقة هون بحط username والpassword تابعي أنا لأنه عمله نسيف وبفتح تفتح هيدا الصفحة اللي موجود فيها أنا هلا أحيانا بدي أعمل Refresh أكتر من مرة ليشتغل وأول مرة بتستخدموه بتلاحظوا Chrome Extension تبعكم لحزيدو هون لحيعلق شوية بفرجيكم Errors بتكون تعملوا Refresh عدة مرات لحتى ما تشوفوا إنه تصرتو Connected أرى أنا صرت Connected هلا أنا بتشوفوا عندي نقاط عم بخدها لأني فتحها من قبل كل يوم تفتحوا أنتو الانترنت بيبلش يجمع نقاط وبتصير آخر النهار أو بعد وقت معين تشوفوا زيادات بالنقاط تبعكم هيدا هو كل الأمر يعني هو بيشتغل وأنتو بلا أنا فين يسكر هالصفحة واشتغل عادي اللي أنا بدي أشتغله وهو عم يشتغل بالBackground بالBackground عندي بالExtension هون هلأ فيه أمر سلبي صراحة وحيد أنا برأيي بهالشي أول شي عم ياخد أمور أنتو ما قلكن عازفين عم يستخدم الداتا لحتى يشركها مع الشركات الكبيرة هيدا أمر ولكن ما بعرف شو هي الداتا شو هي كمية المعلومات اللي عم ياخدها لذلك أنا شخصيا لأحمي حالي بيستخدم براوزر أنا ما بستعاطف فيه أبدا يعني بيستخدم نوع من البراوزر زياء Explorer يا Chrome يلي أنا ما بيستخدمه عادة لحتى أعمل هالأمور فيه حتى فيكن تستخدموا كومبيوتر تاني كليا إذا ما تكون تحموا حالكم أكتر وأكتر ولكن ما بعتقد فيها الخطورة ولكن الأمان واجب مثل ما قلت لكم دايما وقتا كواهم نشتغل AirDrop منفصل أمورنا عن بعض وقتا يتم إدراج العاملة على الأرجح اللي حيكون فيه محفظة أنا بتوقع تكون الفانتم والتلسولانا والنقاط هولي بيترجموا لAirDrop بتوصلوا الويبسايت الرابط على المحفظة تبعكم هيك بتوقع بيصير بالمستقبل ولكن همن هلأ بتجمعوا نقاط كتير إلي العالم اللي عم يحكوا عنه هيدا المشروع سو حبيت شارككم فيه وبشوفكم عريبة فيديو جديد وماركت عبدالي جديد Thank you